أعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات ثنائية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون أعقبها جلسة مباحثات موسعة لوفدي البلدين كما عقد رئيس السيسي مؤتمرا صحفيا مع تابون أكد فيها على استراتيجية العلاقة الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك فضلا عن تعزيز جهود مكافحة الإرهاب هذا وقد ودع رئيس السيسي نظيره الجزائري في ختم زيارته التي امتدت يومين استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد عبد المجيد تابون رئيس الجمهورية الجزائرية موسيقى حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامان الوطنيان موسيقى موسيقى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة موسيقى عقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين حيث رحب السيد الرئيس برئيس الجمهورية الجزائرية ضيفا كريما على مصر مثمنا سيادته العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين موسيقى وفي ختم المباحثات عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا حيث أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفاء قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعضة بين مصر والجزائر لسيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية فضلا عن زيادة التشاور بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك موسيقى وقد حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توضيع أخيه الرئيس عبد المجيد تبون بعد ختم زيارته إلى مصر التي استمرت ليومين والتي عكست عمق علاقات المودة والأخوة التي تجمع بين مصر والجزائر على المستويين الرسمي والشعبي وكذلك حرص البلدين على التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات المشتركة اشتركوا في القناة